اهلا بكم انا هيبا صروت النهاردة ان شاء الله هنغير الحلوة بقى ونعمل حادق النهاردة معانا اكلة انا بتحدى بيها المطاعم بجد والله مش عشان انا اللي عملاها بس صدقا يعني كل اللي بيكلها مني بيشهد انها احلى من اللي بتقدم في المطاعم هنعمل مندي الدجاج وهنعمله بطريقة سهلة خالص ومش محتاجة اي مجهود او موعين كتير هتبقى مشرفة جدا في العزمات ولما ولاديك يطلبه منك اكل مطاعم تجبي لهم اكل المطاعم في البيت متأكدة لما تجربوها هتدعولي يلا نبدأ بس قبل ما نبدأ عايزة منكم دعوة حلوة ولايك وشير وكومنت برأيكم ولو جدا يدعى القناة يشرفني اشتراككم فيها يلا بينا بسم الله في الاول هجهز التدبيلة اللي هتبل فيها الفراخ الفراخ عندي بطبلها ببهرات بس البهرات اللي عندي معلقة صغيرة من البابريكا معلقة صغيرة مليانة من البصل بودر نص معلقة صغيرة من الجنزبي البودر يعني 3-4 معلقة صغيرة من التوم البودر نص معلقة صغيرة من الفلفل أصمر وربع معلقة من الشطة عندي كمان معلقة صغيرة من الملح ومعلقة صغيرة من بهرات الفراخ او بهرات الدجاج وعندي كمان معلقة صغيرة من الكاري طبعا الملح بيكون حسب الرغبة يعني احنا هنزبط كده لكن نخلي التدبيلة بتاعة الفراخ ملحة لانه برضو الملح ده هينزل عندي على الرز وبيخلي طعم الفراخ حلو عندي كمان معلقة كبيرة من دبس الرمان لكن دي نستحطها في المقادير كمان عندي فنجان صغير من الزيت وده هيكون الزيت اللي هنستخدمه في الأكلة كلها هجيب عندي فرخة وهقسمها نصين بالطول زي ما انتم شايفين كده وهشيل سلسلة الظهر والرقبة وبعد كده بحاول اعمل فتحات في اللحمة بتاع الفرخة والجلد يبقى سليم تماما بحاول كده سلك الجلد بالراحة واعمل شقوق في الصد وبعمل كمان شقوق في الورك ودي حاجة انا بعملها في كل التدبيلات علشان الفراخ تتشرب التدبيلة عندي ويفضل الجلد بتاعها سليم تماما ويبقى شكلها كويس وقت التقديم مش بحب اشرحها بالجلد بعد كده بجيب بقى طبق عندي وبحط فيه كل البغارات بتاعت التدبيلة اللي قلنا عليها وبحط الزيت ويبقلب كويس جدا جدا وكمان بضيف معلقة من دبس الرمان حاجة اساسية عندي في اي تدبيلة حلوة جدا جدا ما بستغناش عنه بصراحة خلاص كده بعد ما قلبنا كويس ببتدي بقى احط التدبيلة بتاعتي على الفراخ وبحاول كده اعمل مساج للفرخة مع التدبيلة وبحاول ادخل كده التدبيلة في الشقوق اللي احنا عملناها بحيس ان الفرخة تتبل معي كويس قوي وحاول كده اعمل مساج بسيط للفرخة كده علشان تشرب كل التدبيلة وعندي دبس الرمان هيساعد على ان الفرخة تكون طرية وجوسي كده خلاص الفرخة معي خلاص اتغطت بالتدبيلة كلها هغطيها بقى بستريتش راب واسبها لمدة ساعة او ساعتين او حتى ربع ساعة يعني على حسب الوقت المتاح قدامنا بس طبعا كل ما سبناها كل ما شربت البهارات وكانت حلوة جدا وبعد ما وقت التدبيل بتاعنا عادة ببتدي بقى اجهز الرز بتاعي انا عندي الكمية اللي بحتاجها من الرز الرز يكون مغسول ومش منقوع لانه انا عايزا ياخد وقت طويل في الفرن فمش بننقعه وعند كمان البهارات الصحيحة البهارات المطحونة دي اللي انا بحطها على الفرخة وهي دي اللي بتنزل على الرز مع الزيت مع الدهون بتاعة الفرخة بتنزل على الرز وهو بيستوي زي قطرات الندى فياخد اسم المندي انما مع عن رز نفسه انا بحط البهارات الصحيحة. طيب ايه هي البهارات الصحيحة اللي عندي? عندي اللمون الاسود او اللومي. عندي آآ فلفل اسمر حصل. عندي آآ قرنفل. ورق لورة. آآ كبابة صيني. آآ حبهان. وآآ قرفة خشب. وكمان عندي مكعب مرقب. وزي ما قلت الرز بياخد طعم بتاعه من البهارات المطحونة. والزيت اللي تبلنا بيهم الفرخ. هجهز كمان الطاجن اللي هطبخ فيه الرز بتاعي او صينية آآ انا هعمله في طاجن بايريكس. وكمان بجاحس شبكة آآ اللي هحطها آآ فوق الصينية واحط فوقها الفراخ علشان تنزل الدهم بتاعتها والبهارات بتاعتها على الرز زي الندى. آآ لو ما فيش شبكة بنستخدم مصفة. لو ما فيش مصفة بحط آآ ورقتين او تلاتة من الورق الفويل آآ على الطاجن بتاعي وبخرمه باللستيكس بتاعي تلشيش طوق فبيديني آآ شكل المصفة وبتقضي الغرض. بحط بقى فيه الطاجن بتاعي الرز بتاعي والبهارات الصحيحة زي ما احنا شايفين كده وببتدي احط الميا بتاعتي طبعا الميا تكون مغلية عندي. بضيف لكل كوباية رز من كوباية وتلاتة اربع مياه لكوبايتين من المياه على حسب نوع الرز. فيه انواع من الرز بتحتاج مياه زيادة فعلى حسب نوع الرز اللي انتو بتستخدموه. هنضيف بقى الملح بتاعنا على الرز وحط في اعتباري وانا بضيف الملح ان آآ في مكعب مرأة هي ملح لي المياه وفي كمان التدبيلة بتاعت الفراخ فيها ملح وهتنزل لسه على الرز بتاعي فهتملحه. فمن ملحش الرز قوي واحنا بنضيف الملح. بجيب بقى الشبكة بتاعتي وبحطها على الطاجن بالشكل ده ومش بدهنة ولا حاجة وبرس فوقيها الفراخ بالشكل ده بحيس ان الفراخ تكون فوق الطاجن مباشرة يعني ما يكونش اجزاء من الفراخ طلع برا الطاجن. ويبحط المتبقي من التدبيلة كده فوق الفراخ وبجيب فرشة ويبادهن التدبيلة كده على الفراخ علشان تكون متوزعة بالتساوي. والفراخ يكون شكلها حلو آآ لما تتحمر تحت الشواية. وبعد كده بغطيها بورق فويل بطبقتين من الولق الفويل علشان تكون آآ محكمة على الفراخ والفراخ تستوي كويس جدا مع الرز. بدخلها بقى فرن يكون مسبق التسخين آآ طبعا يعني بكون شغالة فرن على اعلى درجة حرارة الاول آآ يعني لمدة ربع ساعة وبعد كده لما بجي ادخل في الفراخ بنزل درجة الحرارة لمية وتمانين او مية وتسين على حسب درجة حرارة الفرن بتاعنا. آآ الفراخ بتفضل فيه لمدة تقريبا من يعني آآ ساعة لساعة ونص وببتدي اشوفها. ودي كده الفراخ بتاعتي بعد ساعة وربع زي ما انتو شايفين. لقية الرز استوى خالص وتشرب آآ المية والآآ الفراخ تقريبا برضو يعني استوت. فآآ آآ بشيل بقى ورق الفويل بتاعي وبدخلها تحت الشواية. طبعا الشواية آآ تكون درجة حرارة هادية. والآآ الفرن بتاعي لسه شغال زي ما هو. وبسيبها آآ آآ تاني يعني لحد ما الفراخ تتحمر معي وتاخد لون كويس. واتأكد ان هي بقت مستوية. طيب لو انا عملت كده وما طلعت الفراخ لقيتها لسه مش مستوية باخد بقى الفراخ لوحدها. بغطيها بورق فويل وبدخلها الفرن تاني تكمل سوا. ودي كده الفراخ بتاعتي بعد ما طلعت من تحت الشواية آآ آآ اخدت تقريبا ربع ساعة آآ زي ما انتو شايفين الفراخ تقريبا اخدت كلها ساعة ونصف. وده كده الرز بتاعي ببتدي بقى اشيل البهارات الصحيحة آآ من على وش الرز وي بقلب الرز بتاعي لانه الدهون بتاعة الفرخة بتنزل في الارضية بتاعة النطاجم بتاعي. شايفين الرز مفلفل جدا جدا ما شاء الله. ومش قادر اقول لكم طعمه بيبقى اعمل ازاي? بجد بيبقى فضيع يعني. آآ بجيب بقى الفراخ بتاعتي كده وبحطها في الطاجم. آآ فوق الرز وبجيب بقى حاجة عشان احط فوقيها فحمة. فحمة اكون آآ مولعة عليها مسلا من قبلها بنص ساعة. وبحط فوق الفحمة معلقة زيت وبغطي كويس بورق فايل. لمدة خمس دقايق علشان الفراخ والرز ياخدوا ريحة الفحم. ودي كده الفراخ بتاعتي آآ المندي زي ما انتم شايفين آآ حلوة جدا جدا. والرز بقى مش آآ اقول لكم. وقدمتها مع صلطة الدقوس اللي الرز البسمتي ما يحلاش الا بيها وكمان بصل متقطع جوليان وآآ متقلب فيه معلقة خل ونص معلقة صغيرة من السماع. آآ بصوا كده الرز الفلفل ازاي? حلوة قوي طعمه كان خطير بجد بجد انا فعلا بتحدى بيه المطاعم. زي ما انتم شايفين بصوا الفراخ. بصوا مجرد ما حركت العظمة آآ اللي طلعت في ايدي على طول. يعني الفراخ مستوية جدا. بصوا كمان وحنا بناكل منها. حلوة قوي. آآ بتمنى تكون وصفتي النهاردة لفراخ المندي آآ عجبتكم. آآ ويا ريد مقالة وعجبتكم ما تنسوش لايك وشير وكومنت برأيكم. ولو تدع القناة يشرفني اشتراككم فيها. منتنى ليكم جدا. بشكركم على الحسن استماعكم. ويسعدني متابعتكم لقناتي. اكل فاخر من الاخر في بصروت. ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر